في صفحات التاريخ يسجل العراق اسمه الأول في قوائم الخروج من الأزمات تلو الأزمات الملد الذي ينعم بموقع مهم للمنطقة ليس سهلا عليه التعافي من المشكلات العالقة التي لا تزال تسير على طريق الحلول ويعبث به داخلون وخارجون في لعبته السياسية والاقتصادية والأمنية رغم كل هذا فإنه متمسك بماضيه وموقعه المهم في صناعة تقارب مستمر وحراك لا يتوقف من الأخذ بيد الجران والأشقاء والأصدقاء مؤخرا دعا العراق إلى عقد حوار يجمع دول الجوار لحل المشكلات وقضايا المنطقة مصر أم الدنيا هي أيضا أم الحوارات الكبيرة في حل النزاعات فكان لفؤاد حسين وجهة ناظر وزير خارجية العراق الذي يمثل اسمه بين الأوساط العربية والعالمية في البحث معها ودول مجلس التعاون الخليجي في صناعة التبادل بمجالات تعالج أمراض السياسة والأمن والاقتصاد رسالة بغداد أو دعوتها في حالة تمر بها الدول العربية من توتر في بعض الملفات تدلل على حاجة ضرورية تعيد المشهد العربي إلى واقعه الأول بتماسك يضمن النهضة للجميع لكنها في المعنى الأكثر قوة تعكس صمود العاصمة السياسية والشعبية على الوقوف ثابتة في وجه العاصفة التي وجهها البلد الأكثر منعة في التصدي لمؤامرة كان على رأسها وحش الإرهاب العالمي داعش الذي ساعد على إثارة الموت والفساد وزوبعات في اتجاهات كثيرة لم يكتفي العراق بنصيب منها بل كان لدول المنطقة الضرر أيضا كما هي صنعات النفوذ والتغييرات المشهد في كل أنحاء العالم وفيروس كورونا الذي أخر إنتاجية دول العالم ومن بينها العربية بكل تأكيد اشتركوا في القناة